كابتر ربيع وصلنا للفقرة الأخيرة من حلقة الليلة من المجري كنا سعدائي بوجودك معنا أنا سعدك احنا الجمهور يديك حقك الجمهور هيسأل وانت هتجاوم إن شاء الله جاهز معنا؟ جاهز يا كابتر فضل أبو حميد بسأله ولي ساب منتخب الشباب 2013 بعد ما حصل على بطولة أفريقيا وانا ما سبتش وانا خلاص خلص جيت من كاس أفريقيا بعد الجزائر والمفروض إنه كنت تكامل بمنتخبي فجئت إنه اختروا واحد تاني خالص يعني فخلاص لأمر الصحب الأمر هعمل يعني خلاص المهمة يوفق الفرة ومصر تكسب وتبقى في المقدمة فيش بشكل مش انت اللي سبت يا دولة لا طبعا هم اللي اختروا واحد تاني خالص طيب اللي بعده كابتر ربيع سين أنا حضرته لاعب كان من أفضل البكات الشمال في مصر فأنا عايزة أسأله إيه أفضل مباراة في مسرته وإيه أفضل سواء لاعب أو أفضل مباراة وهو مدرب في المنتخب أو فيلندية طبعا كل الماتشات أنا بعتز كل الماتشاتي مع النادي الأهلي فيه ماتشات كيرة جدا طبعا طلقت فيها وخطت درجات كبيرة كل الماتشاتي ماتشاتي زي مالك طبعا لكن ممكن أقول إن ماتش كتوك ونهاية فريقيا ده بعتز بي جدا 82 على مستوى أنا مدرب طبعا بطولة بطولة أمم فريقيا للشباب اللي حقيتها في الجزائر من غانا وناجيريا والجزائر دي بطولة طبعا منساش أبدا يعني وفي جيل رائع موجود لحد الآن بيلعب باسم البطولة دي ما شاء الله يعني اللي بعده مين أفضل جناح عيشار في النادي الأهلي جناح طبعا جناح كتيرة ماشاء الله في النادي الأهلي أبوك كان أعزولك مين أحسب باكلفت حاليا طبعا معلول ماشاء الله دي حقيقة دوره بارس جدا بيعمل شغل المدرب بيبني عليه شغل خطتي رائع جدا هجومي بيكسب الفرقة عما لأها رائعة معلول رائع وبتوذلوا التوفيق وحاجة جميلة جدا بصراحة اللي بعده أنا عايز بس أسأل هو ليه كابدن الربيع بيدي عن المنتخبات راجل يعني مدير فني ناجح وكان من أحسن بكات الشمال اللي شفناها وكان أكتر واحد بيهاجم حتى ما يعني ما كناش نعف إن الباكي هاجم عرفناها معاه هو فما عافش ليه بيدي عن المنتخب وراجل أعتقد عنده فكرة عالية يعني فيريت نشوفه مع المنتخبات عافشة الإجابة هتكون عنده ولا عند مين أنا معاركش صراحة بس نتمنى نشوفه معاي منتخب لا الإجابة عنده أنا كنت موجود تمسلين على المنتخبين ونجحت معهم وأي وقت طبعا طبعا طحنا أمر بلدي ودي حقيقة شرف ليا وبالتوفيق إن شاء الله هيتعالك اللي بعده إيه رأيك في المدرب النادي الأهلي ومدرب منتخب مصر مدرب النادي الأهلي طبعا ناجح جدا مع المسلماني مثل المسلماني وماشي كويس جدا جدا ما شاء الله بطولات حية جميلة جدا مدرب المنتخب أنا أعتقد مدرب المنتخب اسم كبير جدا وعنده خبرات وناجح مع المنتخب لحد يانا وصلنا أمام أفرقة النهاية ما كانش فيه توفيق وإن شاء الله عن طريق سنغاني نوصل كالسعالم بأمر العالم إن شاء الله